بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا أحباء في الله لقاء جديد وحلقة جديدة مع الطب الآمن حلقة النهاردة أيها الأحبة في الله تتناول نصائح نفسية من السنة النبوية كلمة نصائح نفسية سبب هذا الموضوع كثرت الشكوى من الأمراض النفس جسدية كثير من الأمراض اللي بنعاني منها زي أمراض كثيرة جدا لو هنبدأ نحصل نتكلم عنها أمراض المناعة بتكون أغلبها أمراض نتيجة إصابات نفسية مرض الشهير اللي بدأ يعاني منه كثير من النساء الآن اللي بيسموه الالتهاب اللي في المصر العضري أو العضري اللي في اللي بيسموه فيبروميالجا وجدوا أن أسبابه أسبابه الأساسية هي أسباب نفسية كتير من الأمراض النفسية اللي بتنعكس على الجسد زي الأرق والتوتر اللي مفعل الشديد الحزن كل ده بيتترجم في اللي تنوم اللي تأكل الجسم يخزل يضعف آلام في المفاصل والعضلات فعايزين نوضح أن ربنا سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء أن ربنا إدانا بعض نقول الأسلحة الوقائية من الأمراض النفسية طيب كتير ما بنتكلم نقول الوقاية خير من العلاق كنا زمان وإحنا صغارين نفتكر الوقاية أن نخسي الإيد كويس عشان ما يجيش فيها تلاوث هم ما يجيكل ما يعمل ليش إسهال أو يعمل ديدان في الأمعاء أو هي دي الوقاية أو عشان ما سخانش عشان نتيجة البكتيريا أو الفيروسات كنا متخلين للوقاية مجرد نحافظ على نفسنا من الميكروبات كبرنا شوية لقينا الوقاية عن طريق أنظمة غذائية جاية ده اللي عايز ما يجلوه السكر ما يفردش في تناول السكريات والنشويات الضغط المرتفع يمتنع عن الحادق وعن التوتر والقلق أمراض القلب امنع الدهون وحاول تقلل من الشاي والقهوة فبدأنا نفهم أن في وقاية غير البكتيريا والفيروسات في وقاية من أمراض أخرى بأنظمة غذائية أو أنماط حياتية يعني إيه بينا نشجع الناس اتحركوا اعملوا مجهود اعملوا تمرينات روحوا الجيم دي وقاية عشان ما يجيلكش أمراض تاني طب ما فيه الأمراض النفسية لها وقاية هي أيضا يبقى فيه وقاية نفسية تحصينات نفسية عشان الجسم أما يواجه مشكلة يبدأ ما يوضعش على جهازه العصبي المركزي ثم الجهاز العصبي الزاتي اللي بنسميه الإلهي ضغوط كبيرة جداً من ألأ وتوتر واكتئاب وحزن إفراط في التفكير في بكرة والألأ على الأولاد وكل ده بيأثر على الجسم تعالوا بينا كده نشوف أول نصيحة اللي كان بيعملها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أما نقول نصايح نفسية هنجد أن علماء النفس قديماً وحديثاً أجمعوا أن هذه الوسائل فعالة ومجدية وتشكل نقول يعني عمود زاوية في الوقاية وحماية الجسم من كثير من الأمراض الفتاكة أول هذه الأشياء كانت الخلوة والتأمل دلوقتي تروح لأي مركز مراكز العلاج النفسي يقول لك إحنا عايزينك عندنا التأمل الإيجابي غمض عينك وفكر في حاجات كويس عايزينك تفكر في البحر والمية والهوى بلاش تفكر في الأشخاص اللي بيزعجوك ابعد التفكير عن الماديات والدنيا طيب أما أنا أبدأ أفكر النبي عليه الصلاة والسلام بداية دعوته إن كان يذهب إلى الغار غار حراء ويمكس في هذا الغار يتعبد لله الواحد اللي هو لسه ما عرفوه كان يخلو النفس ويتفكر في خلق السماءات والأرض صفاء الزه يبتعد عن الدنيا بما فيها من مشاكل وأحداث ومتغيرات ويبدأ التفكير في خلق الكون التفكير في القوة العظمة اللي هو ربنا سبحانه وتعالى الذي يعطي والذي يمنح والذي يمنح والذي يحفظ والذي يرزق والذي فبدأ التفكير بالخلوة لذلك كما نيجي نشجع نقول نصيحة للناس اللي الحياة شغلتهم لا يبدأ خد يومين أجازة ارتاح روح مكان هادئ يبدأ تأمل في البحر تأمل في اللي في أهل في الريف يروح الغيط ويعط في جنينة اللي أهله من الوحات من الصحرة ينزل اللي في الصعيد يزورهم فيبدأ بنية طبعا للتظاور وصلة الرحم دي أولا وثم الخلوة والتأمل والانعزال عن المدنية الكاذبة اللي بدأت أحداثها تبقى متصارعة جدا وبدأ التشكيك والضغوط والتشتيت الفكر من ماسك الموبايل يجيب لك فكرة الفكرة 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 الفيديو الفيديو بيشككك في كذا وفيديو بيقر لا نفسك أصبح المخ في حالة من الاضطراب الزهني لا أنت اعزل كل ده وابدأ ارجع تاني للطبيعة والتأمل النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل حتى بعد البعثة حديث كثيرة يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنى ما الناس تنام ثم يقوم لله عز وجل ينام ثم يستيقز عشان يبقى فيه الخلوة في قيام الليل هو قعد مع ربنا بس ما فيش حد ينصب قدمه لله وحتى تتورم قدمه من الوقوف أمام الله عز وجل والدعاء وبعدين يبدأ ينسى الدنيا فيزور المقابر يطلع على أهل البقية فيزورهم فيحس أن الدنيا دي ما أحقرها ما أقلها ايه المشاكل اللي مخليانا يعني المتأثرين بالدنيا لهذا الحد هو ما ينظر للسكان البقية ويترحم عليهم ويبدأ يدعو لهم يرجح والدنيا بالنسبة له ضئيلة لا تشكل هذا الحج من التفكير والانتباه ولكن يقيم شرع ربنا فيها نعم لأن هذا أمر من الله عز وجل يبقى الخلوة والتأمل دي أول شيء الأمر التاني أو النصيحة التانية التخلص من المشاعر السلبية يعني أما تعتريك مشكلة في الحياة إياك أنك تستمر في الحزن الفترة طويلة النبي صلى الله عليه وسلم ما بيفقد ابنه الشاب وبدأ يكبر في إيده ويمشي قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول ما يغضي بالله مش هنقول حاجة ترضو بربنا ولكن بعدها تستمر الحياة النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الكسوف يجيش جيش فالاستمرار في الحزن من مداخل الشيطان إن الشيطان ربنا يقول ليحزنك ليحزنك يعني إيه عايز يحزنك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن هم بدأ بالهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخ وغلبت الدين وقهر الرجال بيستعيز بيهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بيطلب من ربنا المدد والعون والقوة إنه يجنبوا هذه الآفة أفت الحز الهم لو تملك من قلب العبد يصاب بكل الأمراض لذلك دي من الوصايا النفسية استعييز بالله من الهم والحزن طيب برضو الهم والحزن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين المؤمن مش هيتملكه الحز مش هيستحوز عليه الشيطان فينسيه ذكر ربنا ويدخله فيه نقول يعني منعطف كله أحزن واكترار الماضي يععد يفتكر ويدحكوا علي وعملوا في وخدوا مراسي ويقعد يكتر حزن في حزن لذلك لا ولا تهنوا ولا تحزنوا خلاص ربنا اللي بيتطبطوا عليك وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين طيب الاعتدال في المشاعر بعض الناس إذا أحبت تحب بشدة وإذا بغضت تبغض بغض شديد وإذا يعني المشاعر عنده فيها زي بنقول تطرف في المشاعر يعني بيبقى عنده بنقول إقبال شديد جداً في الحب فلذلك كما يصاب رد فعله بيتعامل مع بشر البشر أغيار النهاردة أنا تعبان بكرة أنا فرحان النهاردة أنا مش قادر بكرة كذا فالأغيار سبحانه من يغير ولا يتغير لذلك سيدنا علي رضي الله عنه يقول أحبب حبيبك هوناً ما فعسى أن يكون بغيضك يوماً ما وابغد بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما يعني ما تجي تنفعل في الحب لا خلي الحب والكر ليهم ضوابط ليهم ميزان يعني خليك معتدل في هذه المشاعر عشان ما يحصل نقول إساءة أو فقد لمن تحب ما تحسش انهيار شديد يعني ممكن يأتي ودي من الحالات اللي واحد بيحب يتكلمنا يتكلم فيها يعني بيأتي مريض كل مشكلته أنه مرتبط جداً بوالده فوالده قاله جلطة الوالد ده كان رجل من العلماء ورجل متكلم ورجل خطيب وداعية وا 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 وجعت له جلطة ربنا ابتلاه في ربط اللسان يعني خلاص ما بقاش قادر يتكلم وإذا تكلم يقول كلمات غير مفهومة يفهموها الناس اللي اعتادوا على طريقته فبيقدروا يميزه الكلمات ولكن ما يقدرش يطلع منبر يخطب فابنه المرتبط به أصيب بحزن واكتئاب شديد ليه يقولك أنا مرتبط بوالدي أنا نظر له على أنه يعني هو القدوة والقيمة وا 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 لا احنا هنا يبدأ ندخل بقى في المرحلة التالتة أو الرابع من التحصينات النفسية وهي الرضا بقضاء الله لذلك الإيمان بالقضاء والقدر مش مجرد كلمة كده تتقال يعني ايه اه أنا مؤمن بالقضاء والقدر لا احنا بنقول الركن الركن السادس من أركان الإيمان هو الإيمان بالقضاء والقدر لذلك أما تصب أو يصب عزيز عندك بشيء لابد ان انت تحمد وتسترجع اللهم لك الحمد وإنا لله وإنا إليه رجعون خلاص احنا كلنا رجعين ربنا يعني صحة الوالد اللي خلاص احنا مش صحته بس لهو كله هيرحل بعد شوية وإحنا كلنا هنرحل فالزوال هو سنة الكون كلنا إلى زوال إما زوال جزئي يعني الصحيح الفاتي القوي يضعف يمرض الشباب ينزوي ويبدأ تدخل الشايكوخ والهرة الزكاء والعقل يبدأ الواحد يخرف يبدأ مش قادر يسترجع بعض الأفكار مش قادر يرتب كلامه مش عارف في الأسماء يقابل واحد يقوله ازاك عبد ازاك عباد ازاك عباش مهندس مش فاكر اسمه بالرغم انه ده صديقه ومعه في شغله كل يوم وحفظه اللي بيحصل ونسميه اغيار السلب نبدأ نفقد 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 لغاية لما احنا نفسنا نفقد ان احنا نترك هذه الدنيا ونذهب الى الله سبحانه وتعالى نسأل الله ان نذهب اليه وهو راض عننا اللهم امين اجمعين بنقول يبقى الاعتدال في المشاعر والتوكل والامان بالقدر يبقى ده مهم ان الانسان يرضى بما قسم الله له ويعرف ان تفكيره ربنا سبحانه وتعالى بيقول له وعسى ان تكرهه شيء وهو خير لكم الشيء اللي بتكرهه ده ممكن يبقى هو الخير بس انتم مش عارفين المستقبل الله سبحانه وتعالى بيضرب لنا هذا المثال في القرآن وعسى ان تكرهه شيء لذلك الرضا بالقضاء نشوفه جليا في سورة الكهف اما نجد السفينة سيدنا موسى والعبد الصالح خرق السفينة قال اخرقتها لتغرق اهلها ده الظاهر الواضح وعسى ان تكرهه شيء هو بيكره هذا الفعل لكن يجي بقى ما يرد عليه يقول له اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر في حكم ورخرق السفينة طب قتل غلام اما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخاشينا ان يهلكهما طغيانا وكفرا اهذا او عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم يبقى الامام بالقدر من اهم التحصنات النفسية اللي الانسان لو رب نفسه وضرب نفسه عليها الامراض النفسية ما تجدوش ليه ان اول ما يحصل له حاجة يقوله عسى ان تكرهوا شيء لعله خير لعل ما حدث ده خير ويبدأ يكرر هذه الكلمات طبعا بنقول من الابحاث بتقول ايه ان هناك علاقة ما بين ضعف التنفس والامراض النفسية الناس ما تتنفس صح الناس دي نفسيتهم بتتحس فاغلب اللي لنفسيتهم نجد عندهم بعض المشاكل يقولك انا بنهج ما بعرفش ياخد نفسي سدري الهوى مش قادر يدخل بنسمع الشكوى دي كتير حاس ان حد طابق على سدري نفسي مسدود مكتوم رحت لدكتور الانف والأزم بيقول لي ما عندكش حاجة بالرغم من كده حاسني مش عارف هتنفس لذلك ربنا ادالنا اشارة لو نفهمها قال وردت للقرآن ترتيلا طب ترتيلا القرآن في ايه يا دكتور امير لا ده فيه بقى ده فيه التنافس اول حاجة هتتعلمها وانت قاعد مع الشيخ علشان يعلمك التلاوة يعلمك تتنفس ازاي وتسكت امتى عشان تاخد نفس يقول اخد نفس جامد عشان يلقاه هنا طويلة في مادة هنا حيث ابقى انت وانت بترتل القرآن عمل تنظم تنفسك تمرينات تنفس يومي انت هترتل القرآن في الصلاة وهترتل القرآن خارج الصلاة ولوليك ورد يبقى كل ده تمرينات تنفس طيب ايه ايضا مع التنفس ممكن انا في كل يعني اغلب الحلقات اللي لما باجي اتكلم عن التنفس بقول يا ريد نخلي الناس اللي بقى يعني نقول مع القرآن يتنفسوا ثلاث انفاس ثمان مرات في اليوم يعني في المرة الواحدة ما زودش عن ثلاثة ليه علشان ما دخش طيب اخد النفس ازاي انا اورغلكه تاني وبوريف كتير في الحلقات اللي بقى اهميته لان انا عشان عضلاتي تشتغل كويس لازم بوصل له اكسوجين كويس قلبي يشتغل كويس يبقى وصل له اكسوجين كويس الجهاز الهضم يهضم والاكل ما يحصل ش امساك يبقى لازم فيه اكسوجين كويس افكر دماغي محتاجة اكسوجين طب اتنفس ازاي هو ده السؤال اولا ربنا صحانه وتعالى جعل الانف هي نقول اول نقول بداية الجهاز التنفسي وجعل الشهيق من خلال الانف لان الانف فيه عدة فوائد فيه اولا الشعيرات الشعر اللي بيشوف في الانف ده وبعدين الشعيرات الدموية اللي بتسخن الهوى لو بارد واتبرد الهوى لو ساخ لان الهوى عشان يدخل الرئتين لازم يدخل ايه زيف تكيف مكيف هواء عشان لا يبقى ساخن ولا بارد لو دخل بارد يعمل شوية ألم في السدر وكح ووا دخل ساخن ممكن يعني مشاكل كبيرة طب انا باخد النفس دي في الاخر دفعت شوية الهوى اللي في الاخر دول بيسموهم الهوى المتبقي في الرئة الريزيدوال هاوى لسه موجود جوه أول ما بدفعهم بروح ضخخ أغلبه ما بقولش كلهم من الرئة ما بتفضلش خالص دول بيخلوا الشهيق اللي بعده عميق يعني كل زفير قوي يتبعه شهيق قوي أو عميق يبقى التنفس مهم كوقاية من الأمراض النفسية بل وعلاج يعني كل الناس اللي بيجوا أحيانا ننسى واحد يقول لك أنا باخد دوا بروح للدكتور نفسي وبيديني الدوا وماشى عليه بس من يمني ومهمدني ويقعد يقول لك مشاكل قال أفكار اللي كان بتجيلي والحاجات بتقل فاحنا بنوصف له وسائل من ضمن الوسائل الطبيعية اللي المريض النفسي اللي يابد يحرص عليها هي تمرينات التنفس مش مريض يعني واحد كده يقول لك أنا بكتئب ما وروحش للدكتور بس يجيلي أيام كده بطفي بحس أن أنا متدايق مش عايز أكلم حد أحسن وقت بالنسبة لي أنه نام بقيت أنام كتير بنام بالخمستاشر ساعة في الوقت نسمع كل هذا الكلام وراح تقوي نطف النور وأبعد عن الناس طيب ده بنقول له أول حاجة تعملها ارجع لتمرينات التنفس قد نفس جامد عميق شوف اللي في الآخر مهمة لو رجعنا النفس اللي أخدته شهيق من الأنف زفير من الفم هنعمل ثلاثة في ثمان مرات طب إزاي هكم التمانية عشان نبقى الوقت بتاعي مضبوط يعني هنعمل ثلاث أنفاس مع كل أزان أول ما أسمع الأزان وأنا بردد الأزان أتنفس وثلاث مرات مع كل واجبة هما لسه بيحضروا الأكل وتفضل الأكل جاهز أو لو أنت بتحضر الأكل وتجاهز تاخذ الثلاث أنفاس ثلاث مرات في اليوم يبقى ثلاثة مع الأكل وخمسة مع الأزان كده الحمد لله تمرينات التنفس أيضا تأثير الدعاء والذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب ربنا بيقول كده اللي عايز يطمن قلبه يا ناس يلي عندك ألا يلي عندك توطر يلي عندك حز يلي عندك اكتئاب اذكر ربنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب هتبقوا اللي عاديين خايفة على عيالك خايفة على جوزك خايفة على البيت خايفة على العمل خايفة على الورشة خايفة على المصنع أذكر ربنا لأنك وانت بذكر الله هتطمئن قلبك ده فعل ورد فعل مجرد ما هذكر ربنا وربنا بيلقي في قلبي كده الاطمئنان والهدوء والتوكل على الله لأن بذكر الله ربنا بيفرج الكرب طب فيه كربة اكتر من واحد يكون في ظلمات تلات سيدنا يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت قال ايه عشان ربنا ينجيه سبح قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك ربنا فرج عنه هذه الكربة يا ناس يا مكروبين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يبقى ما نيجي نشوف هذا الطب النفس الجميل بدعاء هتلاقي الكربة اللي انت فيها مش بنقول النفسية لا ده الكربة ده كان في بطن حوت ربنا بقول يعني لو لا انه كان من المسبحين للابس في بطنه الى يوم يبعثون لغة يوم الايامة هيفضل موجود في بطنه لذلك انت مهما كان الكرب اللي انت فيه مش هيكون زي بطن حوت في ظلمة بحر في ظلمة ليل لا مهما كان الكرب هو اهون ولكن معاك المفتاح اللي فاتح بطن الحوت اللي هو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الاخر حاجة نقولها النهاردة عشان لقيت الوقت بيجري قوة التفكير الايجابي الواحد في ظل الظروف الصعبة اللي هو فيها يفكر بايجابية بلاش سلبية النبي عليه الصلاة والسلام وهو في غزوة الخندق وهو بيحفر الخندق مع اصحابه بيبشرهم في حجر كده وقف امامهم فبيكسر الحجر يقول لهم فتحة فارس فتحة كسطنطينية فتحة رومية النبي عليه الصلاة والسلام بيوعد بايجابيات وهم في شدة القهر والمحنة طبعا دي كلها عوامل لابد المسلم انه يتحصن بها من الامراض النفسية في ختم هذه الحلقة فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزدنا علم وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واللهم انصر اخوانا في غزة